اشتركوا في القناة والقطاعات الحيوية الأخرى كالشباب وترقية المرأة كانت أهم المواضيع التي نوقشت خلال هذه المقابلة التي حضرها مساعد فخامة رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني ووزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو وصفت دبلوماسية الأمريكية بالمحنكة والتي قدمت الكثير في مجال توطيد وتعزيز العلاقة بين البلدين الدبلوماسية الأمريكية جيتا باسي وبعيد خروجها من المقابلة قالت أن اليوم أغادر شاد ولأمل بأن شاد دولة مليئة بالخبرات والطاقة البشرية وقريبا سترتقي كما قدمت لرئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو القيم بالأعمال بالسفارة بعد مغادرتها وتعتبر جيتا باسي دبلوماسية متمرسة رفعة مما جعل الحكومة الأمريكية دعوتها لشغل منصب في الخارجية الأمريكية كنائبة للأمين المكلف بالدول الأفريقية اشتركوا في القناة